صباح الخير أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في أولى حلقات بنامجنات جديد إيه الأخبار نحاول فيه فيه عرض نعرض عليكم أهم الأخبار وأهم المستجدات على الساحة المصرية على الساحة المحلية تأثير مصر على العالم القضايا التي تشغل غائر المواطن المصري نحاول عرضها عليكم نحاول تحليلها نتمنى أن تنلأ إعجابكم إن شاء الله نبدأ أهم مجموعة من العنوين الرئيس السيسي يتابع تطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور مصر تبدأ إطلاق التأمين الصحي الشامل بالأقصر وجنوب سيناء مارس المقبل الرئيس يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور هذا الخبر متكرر في كل الجرائد القومية المصرية والجرائد المستقلة هناك أيضا مجموعة من الأخبار التي شهدتها مصر على المستوى العالمي منها زيادة المؤشرات الإيجابية للسياحة المصرية مبدئيا تم مد ساعات زيارة معرض الفرعون الزهبي في لندن توت عن خائمون ما زال يشغل أزهان العالم كله مصر تمر حاليا بمرحلة مهمة جدا في السياحة خاصة بعد رفع بريطانيا قرار رفع الحذر على السياحة إلى مصر بدأت رحلات الجوية إلى مصر من بريطانيا وتبعتها رحلات من دول أخرى وهذا يؤكد أننا نسي على الطريق الصحيح بريطانيا تقرر رفع حذر الطيران إلى مصر وهذا معناه زيادة في العملة الصعبة إلى مصر زيادة في عدد السياح زيادة في فرص العمل للمواطنين المصريين كل هذا يؤكد أن السياسة المصرية التعامل المصري مع الأحداث تسير بخطوات منتظمة إلى جانب ذلك هناك العديد من الخطوات الجيدة التي تحدث في مصر أو الخطوات الممتازة كما قلنا سابقا أن كل المؤتمرات الدولية التي تولد في مصر تولد عملاقة بالأمس وقبل الأمس بيوم شهدت فندق الماسة في مصر بالقاهرة مؤتمر اخباري اليوم الاقتصادي السادس النسخة السادسة من هذا المؤتمر شهدها الفندق شهد المؤتمر نقاشات تعديدة نقاشات ساخنة في جلسة التصنيع المشكلات والحلول دع المؤتمر إلى دعم المستثمر الصغير وحماية الملكية الفكرية للمنتجات المصرية شهد المؤتمر أيضا خطة لجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير التعدين والتعاون بين قطعين العام والخاص شهد المؤتمر أيضا حضورا مكسفا من العديد من الوزراء السيد العصار سيد اللواء العصار وزيء انتاج الحربي أكد أننا انتقلنا في مصر من التجميع إلى التصنيع وأن الاستثمار الأجنبي ليس على قدر الطموح ولكننا نسعى لزيادته هناك أيضا خطوات مهمة تحدث في مصر في مجال التصنيع السيارات الكهربائية على بواب التشغيل السيارات وهناك شريك صيني لإعادة التشغيل ومصر انتقلت فعلا من التجميع إلى التصنيع مكونات السيارة كلها مكونات مصرية باستثناء البطارية أكد أيضا العديد من الخبراء أن مصر تمتلك كل مقاومات النجاح لجذب الاستثمار كما أن هناك افتتاح فروع عديدة للمستهلك واخذاء جلسة التصدير الرؤية والمعاوقات أكد الخبراء أن هناك استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية وتطوير المواني وكذلك إنشاء خط سكك حديد مع السودان واصطناعات المغزية أبرز معاوقات زيادة الإصمار الأجنبي يعني حاولنا نقلل لسلكم مجموعة من العنوين لكن هناك العديد من القضايا التي شغلت المواطن المصري خلال الفترة السابقة منها حادث القطار على سبيل المثال حادث القطار وإن كان أحزن الكثيرين إلا أن هناك ردود أفعال من قبل الحكومة ردود أفعال إيجابية والسيد وزير النقل أكد أنه هناك خطة مهمة جداً لتطوير وزارة النقل كماناً وتطوير هذه السكة الحديد ويتم بالفعل يعني تطالعنا جريدة الشروق النهاردة بخبر مهم جداً أكد وزير النقل أن سيتم تركيب بوابات خاصة للتذاكر خاصة للدخول والخروج من السكة الحديدية زي متر الأنفاء على سبيل المثال بهدف أن ما فيش مواطنة هيدخل تاني بدون تذكرة لكن في مقال مهمة كتبه رئيس تحرير الشروق إعمال الدين حسين عن هذه الحادثة التي أفجعت المصريين ولهم الحق في ذلك لكن برضو هناك بعض التعليقات على السوشيال ميديا جاءت غير منطقية يعني فيه فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وزير النقل بيكلم أحد الكومسرية وبيقوله أن انت لو ما قدرتش تحصل الأجرة من الركاب يبقى أنت خلاص تقعد في البيت ما تشتغلش الفيديو ده حقيقي لكن الهدف من الفيديو هو أن لازم الكومسري كموظف يؤدي وظفته يعني مرفق السكة الحديد لو اقترام المرفق شغال لابد أن المواطن اللي يتعمل مع هذا المرفق يؤدي التذكرة عشان يلاقي خدمة في المقابل في بعض التعليقات العاطفية اللي كانت موجودة على مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي لفيسبوك ناس طلبت بأن السكة الحديد توقع مجاني طبعا ده كلام مش منطقي احنا دولة في مرحلة بناء أو مرحلة تعمير بيتم تقديم خدمة المواطن لابد في مقابل هذه الخدمة أن احنا المواطن يلاقي يعني يدفع حق لهذه الخدمة إذا كان حدث خطأ يجب تلافي هذا الخطأ في المرات القادمة هناك خطأ بالفعل على الكومسري لكن الخطأ ليس موجود على الهيئة كلها ده خطأ فردي يعني كان الكومسري المفروض أنه يستعمل عقوبة غير كده كان يتعامل مع المواطن بطريقة مختلفة يتم تسليمه في المحطة بحكم خبرتي أنا السابقة كراكب خطرات سكك حديد فترة طويلة من الزمن قبل المشترية عربية كان المواطن اللي ما يبقاش معاه التسكرة المواطن الكومسري القطر أو رئيس القطر بيتوقف به يسلمه للأمن أو يتوقف به في أقرب محطة وبدفع غرامة محترمة فبالتالي كانت عقوبة رضعة إلا أن اللي حصل كان موقف صعب جدا لابد أن من أخطأ يتخذ يعني يؤخذ ضده عقاب رادع ولكن معا نقف كلنا بجوار الدولة المصرية بجوار وزارة النقل بجوار مشروعاتنا القومية بجوار مشروعات المصرية يجب أن نحافظ عليها ندافع عنها لا تدفعنا الشائعات أو من يستغل أي حدث يحدث في مصر ضد مصلحة المواطن المصري يجب أن نقف صفا وحيدا بجوار الدولة المصرية هناك حدث آخر شغل المصريون خلال الفترة السابقة للأسف أن الأمطار وسيول رغم كل ما قالت الحكومة قبل الأصر الجوية قالت أن في أمطار وسيول يعني هتكون شديدة على مصر هذه الفترة وقالت جميع الجهات التنفيذية أنها مستعدة إلا أن الواقع أن البلد غرقت في شبر مية مجلس النواب بصراحة يعني استقبل الأمر بحيادية تم وأكد أن الحكومة والأجهزة التنفيذية يعني أخطأت ولم تكن على قدر المستطاع على القدر التي المفروض أن تتحلى به من الحكمة ومن المرونة ومن التعامل لكن هناك خطوات بالفعل في لجنة برلمانية تم تشكيلها لتلافي هذا الخطأ في المرات القادمة كل الجهات التنفيذية في الدولة أكدت أنه لابد من مراعاة ذلك لكن إحنا ننادي من هنا وزير الكهرباء مثلا هناك عدد من المواطنين تعرضوا إلى السعق بالكهرباء ورأينا برضو هناك مواطنين شرفاء آخرين قاموا متبرعين من أنفسهم بمحاولة تغطية أعمدة الكهرباء ده لازم دور على الحكومة إذا كان المواطنين بيقوموا بمبادرات منهم فدي خطوة إجابية من المواطنين لكن وزارة الكهرباء لازم تقوم بذلك لازم نستعد في نوة المكنسب نستعد لها مثلا المناطق السحلية أو اسكندرية تحديدا لابد أن نستعد للسيول أو الأمطار القادمة لابد من وجود بلعات لتصريف هذه المياه الأمطار أو الاستفادة منها هناك دول حولنا تقيم سدودا وتقيم محطات وتقيم بلعات لتجميع هذه الأمطار والاستفادة منها لا يصلح أننا في القانون الواحد والعشرين وليس لدينا آلية للاستفادة من مياه الأمطار والسلول التي تعتبر خيرا إلى مصر وليس العكس زي ما قلنا في مجموعة من المؤتمرات أقيمت مثلا مؤتمر ميونيك للأمن أقيم في مصر مؤتمر ميونيك كان السيد الرئيس السيسي قد حضر فعالياته في شهر فبرايل وكان أول رئيس من دولة غير أوروبية يقوم بإلقاء الكلمة في مؤتمر ميونيك للأمن مؤتمر ميونيك للأمن انعقدت فعاليات له في القاهرة طبعا يعني ده تقديرا من العالم كله تقديرا من المجتمع تقديرا المجتمع الأوروبي ومن الدول الأوروبية لأهمية مصر عايزين نقول أن الدول الأوروبية لما بتيجي إلى مصر أو رؤسائها أو مسؤولين منها بيجوا إلى مصر بيجوا لكي يستفيدوا من خبرات هذه الدول وهؤلاء المسؤولين لا يعطوا خياراتهم ولا خبراتهم مجانا زي مثلا مجات الدول الأوروبية 28 دول المتحاد الأوروبي جاء منهم 27 مسؤولا إلى مصر على أعلى المستوات أنجيلا ميركل ورؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين قاتوا إلى مصر في القمة العربية الأوروبية مثلا في شرم الشيخ أنا تشرفت بحضورها هؤلاء المسؤولين قاتوا إلى مصر من أجل الاستفادة من خبرة مصر مصر لم تخرج منها أي مركب هجرة غير شرعية من 2016 حتى الآن طبعا الدول الأوروبية قررت أنها تستفيد من هذه الخبرة وزي ما قلنا مصر دائما بتحمل هموم المواطنين المصريين وتحمل هموم القرى الأفريقية مصر بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي السيد الرئيسي سيسي يذهب إلى كل المؤتمرات الدولية محملا بهموم المواطن المصري أولا ثم بهموم المواطن الأفريقي لذلك اقترح الرئيسي السيسي واقترح المسؤولين المصريين على المسؤولين الأوروبيين أن بدل ما الشباب يغرقوا في مياه البحر المتوسط هربا من الفقرة وبحثا عن لقمة العيش ليه الدول الأوروبية ما الجيش تعمل مشروعاتها في جنوب البحر المتوسط في الدول العربية والدول الأفريقية بالتالي نوفر فرص عمل للشباب المصري والعربي والأفريقي حتى نحافظ على حياته خوفا من موته في مراكب الهجرة غير الشرعية مؤتمر ميونخ للأمن كمان ناقش العديد من الأحداث المهمة والعديد من الفعاليات مثل مثلا الاهتمام بتغيرات المناخ الاهتمام بتسوية الأزمة الليبية الاهتمام بالمشاكل الموجودة في القرى الأفريقية زي ما قلنا أن مصر بصفاتها رئيسا للاتحاد الأفريقي في 2019 رغم أن العديد من الدول تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي في السنوات السابقة إلا أن الدول الأوروبية كلها تنظر إلى مصر نظرة مختلفة لأن مصر هي بوابة العبور من أوروبا إلى أفريقيا وبدليل أن مثلا المنتدى الأفريقي الأوروبي التي عقد في نمسا كانت الدول الأوروبية كلها تستعد مع مصر ومع أفريقيا للتعاون من أجل الاستفادة من خيارات القرى الأفريقية ومحاولة تشغيل عدد كبير من أبناء القرى الأفريقية كذلك نجد مؤتمر القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ كذلك نجد العديد والعديد من الفعليات التي حضرها الرئيس سيسي من أجل أن يحاول جلب استثمارات سواء إلى مصر أو الدول الأفريقية تطلعنا مثلا يعني ننتقل من الجرائد إلى إحدى المجلات المهمة في مصر مجالة الأهرام العربي بصراحة مجالة الأهرام العربي العدد الحالي يعني عدد يستحق أن يدرس يتحدث عن قضية تشغل بال المصريين كلهم يتحدث عن قضية الوعي طبعا إحنا كلنا درنا كإعلاميين إن إحنا نعمل على زيادة الوعي عند المواطن المصري إلي أن هناك مشاكل يواجهها المواطن المصري مشاكل بسبب التقدم والتكنولوجيا الحديثة طبعا ده بغير قصد يعني هناك فيه تشبيه موجود في الأهرام العربي بيشبه الدخول إلى دخول الشباب إلى السوشيال ميديا بدون وعي مثل دخول فيل إلى حجرة من الخزف للأسف التشبيه رغم أنه صعب إلي أنه تشبيه حقيقي الشباب بيدخل إلى مواقع الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي وعنده صيقة كاملة فيما يقرأه ومما يراه هناك 47 مليون مواطن مصري يدخلون ويكتبون على مواقع السوشيال ميديا والفيس بوك يوميا نجد أن الشباب معرض إلى كم وقدر كبير جدا من الإشاعات إذن إحنا علينا دور كبير جدا وزارة الإعلام سابقا كان يسمعها وزارة الإرشاد القومي فإحنا كإعلاميين علينا دور كبير جدا إن إحنا نوعي هذا الشباب ملف الموجود في الأهرام العربي يتحدث يتحدث عن الوعي وكيفية المحافظة على الوعي وكيفية محاربة الشائعات وما هو عوامل تدمير الوعي يتحدث عن شيئا حدثت في مصر لم نكن نعتد عليها مثل أغاني المهرجانات مثلا أغاني المهرجانات تنقل إلى الشباب أفكارا ومسميات لم تعتد عليها الأذن المصرية يتحدث أيضا أن الأهرام العربي في عدده الرائع هذا على أن الوعي هو سلاح الوطن زي ما قلنا وزارة الإعلام كان اسمها الإرشاد القومي دورنا أن نوعي الناس دورنا أن نحارب الشائعات نحاربها بأن نرد عليها نحاربها بأن كل وحي فينا تتصل وشائعة تتوقف عنده دورنا كإعلاميين أيضا أن نحن نواجه الشباب بصراحة نواجه الناس كلها بصراحة نرد على كل المهاطرات التي توجد على مواقع السوشيال كل القوة الظلامية التي تحاول تدمير مصر وتدمير التلاحم والبنية الاجتماعية القوية في مصر فيجب علينا أن احنا زي ما قلنا نقاوم هذه الظواهر الفسدة نقاوم هذه القوة الظلامية نعترف بأن هناك مجموعة من القنوات المعادية لمصر دون ذكر لأسمائها إلا أنه للأسف هناك بعض الناس البسطاء يتابعونها يجب أن نرد عليها يجب أن نستسلم لدعايتهم أو لمهاجمتهم إلى مصر ملف الأهرام العربي بالفعل هو ملف يستحق القراءة يستحق المتابعة من ضمن ما تحدثت عنه مجالة الأهرام العربي مواجهة الإرهاب فكريا ضرورة الحرب الفكريا على الإرهاب احنا ندينا بجالك أكتر من مرة وفيه أكثر من حاجة أنا كتبت أكثر من مقال في جريد الجمهورية وفيه جرائد أخرى كنت بتحدث فيها أنا وزملائي عن مواجهة الإرهاب بالحرب الفكرية هؤلاء الشباب الإرهابيين الذين هم في الأسف للأسف مصريين في الأساس هم شباب اقتنعوا بفكرة معينة يجب علينا أن نقوم بدورنا وأن نحارب هذه الفكرة مبدئيا طيب إذا كان عدد منهم قد تطرف من يتطرف ولا يرتدع يتعامل معه الأمن وخير السبيل موجود عندنا وخير المثال على ذلك هو العملية سنة 2018 هذه العملية تعتبر امتداد لحرب أكتوبر 73 الشرطة والجيش بيقوموا بأروع عملية لمصلحة مصري فإذا كان الجيش المصري قد حرر سيناء من الاحتلال في 73 فإنه يقوم حاليا بتطهير سيناء من الإرهابيين إحنا بنتكلم على الشباب اللي هم معرضين لخطر الفكر الإرهابي يجب علينا أن نوعي هذا الشباب يجب علينا أن نحوله من شباب معرض لأفكار إرهابية لأن شباب هو اللي بيدافع عن مصر وبيدافع عن الأفكار المعتدلة وعندنا الأظهر الشريف عندنا علمائنا الأفاضل نتذكر أيضا برضو المراجعات الفكرية اللي حدثت في التسعينات نحاول تكرارها رغم اختلاف العصر واختلاف الظروف هناك مجموعة من الشباب الذي خرج عن الطريق السليم يتواصلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يجدون أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي نحاول معهم محاربة هذه الأفكار الإرهابية أن تسيطر على الشباب المصري وزي ما قلنا أن الفكر لا يحرب إلا بفكر مضاد أتذكر أيضا برضو أن احنا كنا مع السيد الرئيس السيسي وأتحدث في نقطة مهمة جدا قال إن الشباب اللي عنده 16 و 17 سنة دلوقتي الشباب ده كان عنده 8 سنين وقت قيام صورة يناير الشباب ده هو اللي العناصر الظلمية والقوة الظلمية بتحاول أنها تلعب عليه يجب أن نحن درنا أن نوعي هذا الشباب حتى نجد شبابا مصريا وعيا يدافع عن مصر ويقتنع بكل ما يحدث من إنجازات ومن خيرات في مصر أيضا في ملف الأهرام العربي اسمحوا لي أنا معجب بهذا الملف شوية يتحدث الملف عن دور الثقافة في مواجهة الإرهاب ودور الثقافة في زيادة الوعي عند المواطن المصري الثقافة وقوة مصر النعمة مثلا ممثلة في المصرح الفولكلور الأدب الروايات الموسيقى يعني مرارا وتكرارا قلنا إن عمرنا ما هنسمع أن واحد إرهابي بيعزف مزيكا عمرنا ما سمعنا أن واحد إرهابي أن واحد إرهابي بيكتب رواية أو بيكتب قصة أو بيكتب شعر الإرهابي دائما وأبدا غير مبدع غير متجدد يبقى إحنا دورنا إن إحنا نساعد الشباب المصري نساعد أبنائنا على زيادة وعيهم نساعدهم على التعلم نساعدهم على زيادة الثقافة عندهم نساعدهم على ممارسة الموسيقى والبن والفولكلور والشاعر والأدب والثقافة نستفيد من قوتنا الناعمة على شبابنا أنا مثلا يعني عايز أقول تجربة شخصية شفتها بعيني مثلا في بورسعيد بورسعيد وخط القناة الكله بيهتم بالموسيقى والفولكلور وبالسمسمية تحديدا أنا رأيت في بورسعيد شباب بيرقص رأسات البنبوتية والسمسمية على أنغام السمسمية ورأيت في الشباب من وسط الشباب دول شباب ملتحي هذا الشاب الملتحي اللي هو مراته منقبة ده شاب ملتزم دينيا لا محالة يعني اللي أن هذا الشاب بيرقص رأسات البنبوتية والصيادين ليه بيعمل كده لأنه خرج في بيئة مش شايفة أن الفن أو السمسمية حرام إذن هذا الشاب تعرض إلى أفكار ثقافية أدت أنه هو شاب واعي رغم أنه ملتزم دينيا إلا أن هذا اللي يتعرض تماما مع حبه للفن والثقافة والسمسمية تحديدا يعني اسمحولي نطلع فاصل وأرجع لحضراتكم تاني أهلا بكم أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد الفاصل نستكمل حديثنا على أهم القضايا التي تشغل المواطن المصري وأهم القضايا الموجودة في صحفنا ومجلاتنا القومية هناك مقال مهم جدا للأستاذ عبدالله حسن يتحدث عن حروب الجيل الرابع في مجالة الأهرام العربي حروب الجيل الرابع طبعا المقصود بها الجيل الرابع وجيل الخامس هي حروب الإشاعات حروب الإشاعات هي ما نعاني منه بالفعل وإذا كانت الرصاصة قد تقتل شخصا إلا أن الكلمة قد تقتل ألافا وألافا مؤلفا من الأشخاص الفترة اللي فاتت شهدت مصر مجموعة من الحروب الإعلامية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات إلى صورات وهمية لم تكن موجودة إلا في القنوات المعادية لمصر فقط وبينما كانت هذه القنوات تحاول أن توهم المصريين بوجود صورة في الشارع كان المواطنين المصريين يخرجون متطوعين ويقومون بتصوير الشوارع وهي خالية من الناس بما يؤكد أن هذه القنوات والقوة الظلامية والقنوات المعادية لمصر المدعومة من جهات أجنبية هذه القنوات لا تسعى لمصلحة مصر أبدا الأستاذ عبدالله حسن بيتحدث هنا عن حروب الجيل الرابع والخامس كما قلنا وأكد أن الحرب الحديثة الموجودة حاليا اتخذت أسكالا لا تستخدم فيها المدافع ولا الدبابات ولا الطائرات ولكن تستخدم فيها أساليب أخرى تستفيد من تطور الهائل في وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة وبالفعل إذا كانت الحروب العسكرية في الماضي تستهدف تدمير كينات الدول إلا أن حروب الجيل الرابع والخامس تستهدف تمهيد الأرض حتى يعني تمهيد الأرض بانهيار الدول من الداخل حتى تصبح مستباحة بعد هذا للقوات العسكرية فندعو المصريين كلهم إلى الوقوف صفا واحدا إلى عدم الاستجابة للشائعات وإلى التنبه لما يحدث ضد مصر هناك موضوع آخر شغل المواطنين المصريين خلال الفترة السابقة طبعا أزمة مفاوضات سد النهضة تبعتنا الصحافة العالمية بتصريحات لآبي أحمد رئيس الوزراء الأسيوبي هذه التصريحات أقلقت المواطنين المصريين حول مستقبل نهر النيل شريان الحياة في مصر ولكن هناك خطوات مهمة حدثت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أبي أحمد في سوتي بروسيا وهذا اللقاء أحدث انفراجة يعني الخطوات الجديدة أنه بعد غد ان شاء الله سيتم عقد جولة أخرى للمفاوضات أسيوبيا قبلت يعني تطالعنا مثلا صحيفة مجلة الوزر يوسف آسف بأن أسيوبيا قبلت بالفعل الوسيط الدولي والقاهرة تراهن على اجتماع واشنطن الجميل في الموضوع أن هناك انفراجة بالفعل حدثت في أزمة مفاوضات سد النهضة ويعلق العديد من المراقبين والخبراء آمالا عريضة على اجتماع واشنطن وهذا الاجتماع يهدف إلى كسر الجمود في مفاوضات سد النهضة نتمنى طبعا أن المفاوضات توصل إلى خطوة جيدة مصر أكدت في أكثر من مرة وعلى آخرها على اللسان سامح شكري وزيره خارجية أكدت أن مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة حيث أن هذا نهر النيل وهذه المياه هي شريان الحياة لكل المصريين ولكن يبدو أنه كلما تقدمت مصر خطوة للأمام تحاول العديد من القوة الأجنبية العديد من القوة المعادية لمصر تحريد دولة مثل أسيوبيا أو غيرها ضد المصالح المصرية ولكن مصر تقف بالمرصاد وتحاول أنها تدافع عن كل حقوقها بالخطوات الدبلوماسية مبدئيا وبخطوات أخرى إذا لازم الأمر عايزين نتحدث عن مجموعة من المتابعات في الصفحة الثانية من جريدة الوفد ومن جرائد أخرى لكن نحن نتحدث هنا من جريدة الوفد القوات المسلحة المصرية بتقوم بدورها بدور اجتماعي مهم جدا ليس فقط الدفاع عن المواطنين المصريين والدفاع عن الحدود المصرية لكن هناك جهات داخل القوات المسلحة مثل هي الاندساء القوات المسلحة وجهات أخرى احنا بنشوف المشروعات اللي بيتم افتتاحها مع السيد رئيس عفتاح السيسي أنا بنفسي حضرت افتتاح مشروع في العاشق من رمضان وافتتاح في قاعدة محمد نجيب العسكرية وافتتاح محوى الرود الفرج كل هذه المشروعات في قطاعات الزراعات المحمية سواء في قاعدة محمد نجيب او في العشر من رمضان الهدف منها ومشروعات اخرى الهيئة لانتسال القوات المسلحة بتقوم بيها الهدف منها ان القوات المسلحة تكون متدخلة في هذه المشروعات من اجل انجاز الاعمال وسرعة انجاز الاعمال ودي طبعا حاجة عظيمة وهذا دور عظيم ودور اجتماعي ودور تماوي يضاف الى ادوار القوات المسلحة العظيمة صفحة تانية من الوافد بتتحدث القوات المسلحة تفتتح تجمعا حضرية متكملا بوسط سيناء مصر واليونان وقبرص تنفس التدريب البحري الجو المشترك ميدوزة تسعة والمنطقة الشمالية العسكرية تنظم فعاليات ندو التوعية لطلبة الجامعات طبعا الخبر الثاني من هذه الاخبار هو مصر واليونان وقبرص تنفس التدريب البحري المشترك ميدوزة تسعة ده طبعا في اطار المناورات والتدريبات العسكرية للقوات المسلحة انما الخبر الاول والخبر الثالث زي ما تحدثنا على الادوار الاجتماعية للقوات المسلحة المصرية قوات المسلحة المصرية يعني استمرار الجهودها في دعم مقاومات التنمية الحضرية وتوفير الحياة الكريمة المواطنين بشبه جزيز سيناء فانها تقوم بافتتاح تجمعات للمواطنين البدو اخر التجمع كان في قاية الجدي نموذجية عبارة عن سبعين منزلا عبارة عن سبعين سبعين منزلا بدوية متكاملا ووحدة صحية ومركز للشباب دوت لاخواننا والمواطنين البدو في سيناء الخبر الثالث خبر مهم جدا جدا يعني انا شايف ان الخبر ده محتاجين ان القوات المسلحة تزيد منه اكتر كمان المنطقة الشمالية العسكرية نظمت فعاليات ندوة لتوعية لطلبة الجامعات يعني يؤكد هنا تفاصيل الخبر ان المنطقة الشمالية العسكرية نظمت ندوة تسقفية بمشركة 500 من شباب الجامعات هذه الندوات تقام فعالياتها بدأت بزيارة لمعرض الاسلحة والمعدات وقاعة تاريخية لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية كما قدمت عناصر من قوات السعق عرضا في فنون الاشتباك اعقب ذلك بدء فعاليات ندوة التوعية حيث قامت والدة الشهيد نقيب عمر السلامة بالتحدث عن نجلها وحياته العسكرية وتم والقى الفريق عبد المنعم خليل محاضرة عن انتصالات اكتوبر المجيدة وتحدث دكتور محمد الجدني خلال الندوة عن حروب الجيل الرابع والمخاطر الامنية لاستخدام الخاطر لتكنولوجيا المعلومات هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ده الدور القوات المسلحة الدور المهم عليها والدور الموجود علينا كمان كاعلام نحن نوعي شبابنا نعرفهم بمخاطر حروب الجيل الرابع نعرفهم بان فيه شباب مصري ضحى بحياته واستشهد من اجل هذا الوطن وضحى باغلى ما يملوكه هو حياته وترك اسرته وراءه كم الشباب اللي بيستشهد من اجل ان يدافع عن ان احنا نبقاعدين هنا مستقرين وانت قاعد في بيتك وانا قاعد في الستوديو بتكلم وبتحرك في المواصلات هؤلاء الشباب من ابطالنا وابطال قواتنا المسلحة البواسل وابطال الشرطة يجب ان نحييهم من مكاننا هذا ويحييهم كل مواطن مصري ويجب ان نوعي كل الشباب المصري بان قواتنا المسلحة زي ما قلنا قبل كده التي حررت سيناء من احتلال اسرائيلي في 73 هي من تقوم الان بتطهير سيناء من الارهابيين والقوات المسلحة يادهم تبني ويادهم تحمل السلاح تحية لقواتنا المسلحة برضو عايزين نتحدث هنا على خطوات مهمة جدا بتحصل يعني الصفة العشرين من مجلة ريوزاليوسف بتتحدث عن خطوة مهمة جدا حصلت ان اخيرا جامعتنا المصرية اصبحت على الخريطة العالمية ووفقا لجيدة ريوزاليوسف ووفقا لعديد من الجرائد العالمية اكدت ان مصر نجحت اخيرا في حصد مراكز متقدمة بالتصنيفات الاكاديمية العالمية حيث ادرج التصنيف كيو اس العالمي 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة هي الافضل على مستوى في العالم وذلك في عام 2020 على مستوى المنطقة العربية بزيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن اعوام 2019 الذي تضمن 20 جامعة 2018-17 جامعة يعني هو الخبر دوت بيتحدث ده تصنيف دولي للجامعات والمعاهد والاكاديميات الدولية المتخصصة هذا التصنيف يؤكد ان مصر بدأت تتقدم في مجال التعليم العالي لكن يبدو ان احنا لسه محتاجين اكتر من كده برضو بما اننا تحدثنا عن التعليم بواب هنا جريدة الشروق الصفحة التانية هناك خبر مهم جدا ان وزاعة التعليم بتطرح خطة وموازنة العام الدراسي الجديد حيث اكدت وزاعة التربية والتعليم انها تستعد لتوفير 2239 قاعة جديدة وتشغيل 5 مدارس يابانية و4 للنيل وتوفير 12.619.000 كتاب لرياض الاطفال كما اكدت الوزارة انها تحاول رفع معدلات الاستيعاب والقيد بالابتدائية بانشاء فصول جديدة وتنفيذ البرنامج على السنوية يعني هناك خطوات جديدة تحدث في مجال التعليم في مصر كلها خطوات على الطريق خطوات من اجل ان نهتم زي ما سيادة الرئيس عمل عام للتعليم عمل عام لزاو الاحتياجات الخاصة عام للمرأة هناك عام للتعليم عام للتعليم شيء مهم جدا جدا نحن الدول كلها تنهض بالتعليم والصحة هناك مبادرات حدثت في التربية والتعليم في مصر وتحدث ايضا في الجامعات التربية والتعليم على سبيل المثال موضوع التابلت بيطبق من العام الماضي رغم بعض اخطاء حدثت في التنفيذ اللي يتم تلافذ هذه الاخطاء في العام الحالي التابلت هو خطوة جديدة على الطريق من اجل ان احنا نتوقف نحاول نقلل من الدروس الخصوصية كمان في خطوات مهمة جمان الى جانب ذلك في مجال الصحة مبادرة 100 مليون صحة هذه المبادرة المهمة التي نادى بها الرئيس السيسي وتم تنفيذها بالفعل وبالفعل ايضا كمان يعني المبادرة دي بعد ما نجحت في مصر واعلنت مصر خليها من فيروس سي بعد ما كنا اعلى دولة في العالم في مصابين فيروس سي الا اننا الان تم اعلان الحمد لله مصر خليها من فيروس سي ودي خطوات مهمة جدا كمان تم نقل دي شهادة من منظمة الصحة العالمية من الشهادة مصرية كمان تجربة مصر في محاربة فيروس سي بتنتقل الى افريقيا بتنتقل اللاجئين اللاجئين الذين يعيشون في مصر وزي ما قلنا اللاجئ في مصر يختلف عن اللاجئ في العالم كله فاللاجئ في مصر يعيش في وسط المواطنين المصريين العاديين يعيش مثلهم يجلس على المقاهي يتعلم في المدارس يعمل بدون قيد او شرط اللاجئ في مصر لا يعامل معاملة مواطن درجة تانية ولكن يعامل معاملة مواطن درجة اولى لا يتم حصره في معسكرات مثل بعض الدول التي تنادي بحقوق الانسان وحرية الانسان زي تركيا وهي بالفعل تقوم بحصر اللاجئين وحبسوهم في معسكرات الا ان اللاجئ في مصر يعيش داخل مصر وله كل الحقوق اللاجئ في مصر اصبح كمان يعالج ضمن مبادرة 100 مليون صحة انتقلت الى الدول راحت السودان راحت اتشاد راحت دول اخرى هذه المبادرات وغيرها تهدف يعني في مبادرة نور حياة في مبادرة مبادرة لعلاج التقزم مبادرة لعلاج الانيميا هذه المبادرات تسير تحت بند ان احنا لو اهتمنا بالتعليم واهتمنا بالصحة اذا احنا بنسعى لمواطن لان احنا ننشئ شاب مصري او مواطن مصري خالي من الامراض عنده قدر جيد من التعليم وده فعلا فعلا الشيء المهم اللي احنا نقدر ننهض به لمصلحة مصر كلها زي ما قلنا كمان استكمالا اللي كلامنا عن الصحة جيدة الارام في صفحاتها الاولى تطلعنا بخبر مهم جدا السيد الرئيسي عبدالفتاح السيسي طالب بالبدء في الاطلاق التجريب للنظام التأمين الصحي بدءا من مالي سقق المقبل في كل من جنوب سيناء والاقصد يعني الجميل في الموضوع ان نظام التأمين الصحي اللي بيتطبق بالنظام الجديد طبعا بدأت الفكرة تتطبق في برستعيد نظام الميكانة هو ان المواطن ياخد علاجه ويكشف وكل حاجة في مكان واحد دي كلها خطوات مهمة جدا من اجل الاهتمام بالمواطن المصري هناك ايضا العديد والعديد من الاخبار التي طلعنا احنا بس نقول خبر مهم جدا للناس الحد الجاي ان شاء الله اجازة بمناسبة المولد النبوي اشتريه في كل عام وكل المصريين والعرب والعالم الاسلامي بخير يعني استأذنكم في فاصل وانواصل ان شاء الله اهلا بكم عزائي المشاهدين عدنا اليكم مجموعة من العنوين نطرح على سيادتكم في كلمة القتها نيابة عنه وزيرة التخطيط السيسي يدعو الحكومات العربية الى سرعة مواجهة تحديات التنمية رئيس الوزراء مدبولي خلال مناقشة بيان اعلان حالة الطوارئ نجد الالتزام بعدم استخدام تدبيل الاستخدام اثنائية الا لحماية الامن القومي ويؤكد رئيس الوزراء ان الاعمال الارهابية لن تعطل عجلة الحياة ولا خطف التنمية اه للاسف بين حين والاخر تحدث عملية ارهابية يبدو ان زي ما قلنا قبل كده ان القوة الظلامية واعداء النجاح ويسعون الى قتل البهجة وقتل الفرحة عند المصريين كل ما بنسمع عن خطوة تقوم بها مصر نجد هناك عمل الارهابية ان يستشد فيه سواء مدنيين او شرطة او جيش الا انه رغم من ذلك يجب ان نطمئن الناس ان العملات الارهابية المؤشر بتاعها في النازل مش في الطالع يعني مثلا في 2014 وفقا لتقريرها عمل الاستعلامات كان فيه 222 عملية ارهابية في 2016 كان فيه 150 عملية ارهابية في 2017 تنازل الرقم الى 50 عملية ارهابية 2018 كانت العملات الارهابية في ادنى مستوياتها 8 عملية ارهابية منها اتنين تم القبض على منفذيهم قبل ان يحدثوا وخمسة كانوا بعبوات ناسفة عن بعد عمليات خسيسة وجبانة 2019 العملات الارهابية برضو موجودة للأسف لكن ما نقدر سنقول الارهاب يتوقف الارهاب ظاهرة عالمية لكن احنا بنتحدث على ان الارهاب في مصر الى زوال الى زوال لان المواطن المصري المواطن المصري مواطن جميل جدا مواطن نادر يعني مواطن مالوشكا تلوج المواطن المصري لما بتحصل عملية ارهابية او بيحصل التفجير فاي مكان في الدنيا الناس بتجري من العملية ارهابية او بتجري من التفجير مواطنين المصريين بيتجمعوا حواليها وبيحاولوا يعني التعامل مع الارهابيين وزي ما شفنا في حدس الكنيسة مرمينة جرجس المواطنين نفسهم إذن إرهاب في مصر إلى زوال لكن هناك إرهاب من نوع جديد زي ما قلنا هو الإرهاب الفكري الإرهاب الفكري اللي هو بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي الموضوع ده خطر جدا ولازم كلنا ننتبه ليه ولازم ناخد بالنا من ولدنا لازم نعرف ولدنا بيعودوا على التليفون يشوفوا إيه يسمعوا إيه يتفرجوا على إيه لأن فيه قنوات على اليوتيوب فيه مواقع فيه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتحاول تنقل تنقل لأبناء لأفكار ضلة جدا هذه الأفكار يعني أنا أتذكر أيام المقاول المختل اللي هرب من مصر ده تحاول أنه هو يداري على فضايحه ومصايبه بأنه هو يهاجم الدولة المصرية ويهاجم الجيش المصري أنه كان فيه مجموعة من الناس كانت الشباب مخضوعين بالأفكار دي إحنا لازم نقف مع أبنائنا نتابع المحتوى اللي بيشوفوه لازم نوعيهم لازم نتناقش معهم لازم إحنا كمان كأعلام نواجه هذه المواقف كلها ما نتفنش رأسنا في الرمل زي النعام لازم نواجه هذه المواقف بأن نحن نرد عليها بأن نحن لكل فعل رد فعلي إذا كان هناك من قام بفعل يهدف به إلى بس روح الفتنة والطائفية والشائعة وإصارة البلبلة والبأوة وإصارة وإن اللي بيحصل إن القوى الظلمية بتحاول تحرد الناس على صورة أو ما شابه ذلك إحنا لازم نرد عليهم لازم نفهم الناس إن هذه الإشاعات هي خطيرة جدا على مستقبل مصر وعلى مستقبل أبنائنا ولكن نؤكد للناس كلها في النهاية إن الإرهاب إلى زوال بالفعل الإرهاب في أدنى معدلاته وإن الشرطة المصرية والجيش المصري يقفون بحزم وبقوة ضد الإرهاب كمان برضو لازم ننقل للناس الأخبار الإيجابية يعني هناك العديد والعديد من المشروعات القومية اللي حدثت في مصر في كل المجالات سواء في الزراعة افتتاح مشروعات الزراعات المحمية سواء في مجالات الطرق والكباري محور تحية مصر ومحور رود الفرج ومحور شبرة بنها الحر هناك العديد من الانشاءات في مجال الطرق والكباري والتشتيد والبناء هناك العديد من المساكن اللي بعد ما كان فيه أزمة إسكان طحنة لوقت الناس كتير بتقدم وتقدر أنها تاخد شؤة بأسعار معقولة ما فيش دولة في العالم بتجيب المواطنين من العشوائيات وتسلمهم شؤة فيها تلاجة وغسالة وبتجاز ورئيس الجمهورية بنفسه اللي بيشرف على ذلك لكن ده بيحصل في مصر فلازم احنا نحاول ننقل للناس الصورة الإيجابية ننقل لهم أن هناك نشاط يحدث في مصر هناك تنمية يحدث في مصر معدل النمو الاقتصادي في مصر ثبت أنه هو يعني وفقا للتصنيفات اقتصادية عالمية مصر تالت معدل نمو الاقتصادي في العالم خمسة وستة من عشرة في حينها كان أربعة واثنين من عشرة في السنة اللي فاتت طيب إحنا بس عايزين أن ده يوصل للمواطن المصري المواطن المصري يشعر بذلك المواطن المصري محتاج أنه يشعر بدا أكتر يشوف الخطوات دي على أرض الواقع يعرف أن الحكومة بتسعى لمصلحته في خطوات تانية حصلت المواطن المصري بيهتم جدا ببطاقة التموين كان تم حسف مليون وتسعمائة ألف مواطن مصري من بطاقة التموين إلا أن تم ارجع هؤلاء المواطنين مرة أخرى إلى بطاقة التموين وتم صرف مقرات تموينية لهم وسيتم صرف وسيتم إضافة الموليد إحنا بس بنحاول نطمن الناس أن هناك خطوات يعني بنحاول ننشر التفاعل والإيجابية بلاش الأفكار الزرامية بلاش الناس اللي بتحاول تحبط الناس الناس محتاجة أمل يعني يسمحوا لي أكلمكم بس عن مقالتي الأخيرة في جديد الجمهورية مقالتي الأخيرة كنت بتكلم فيها عن بيعة مناديل بيعة مناديل أنا أصلا من الزائزيق بسافر القاهرة وارجع قاهرة الزائزيق يوميا بسافر القاهرة الزائزيق يوميا بقعد على قهوة في الزائزيق أكتب وقر عليها في بيعة مناديل بتجي كل يوم تبيع لي مناديل بتبيع لي هي سعيدة ومبسوطة وأنا فجئت وأنا بتكلم معها إنها في مدرسة وبتذاكر وبتخرج كل يوم تبيع مناديل عشان تساعد والدتها الجميل في الموضوع إنها مبسوطة باللي بتعمله سعيدة مش مكتابة مش شايلة الهم هي دي نموذج للمواطن المصري البسيط اللي هو بيدافع عن مصر المواطن المصري البسيط اللي بيحب بلده المواطن المصري البسيط اللي هو سعيد ومتفائل إحنا عايزين حكومة تهتم بهذا المواطن حافظ الله مصري والمصريين يعني أتمنى أن حلقة النهاردة تكون عجبتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله يوم الاتنين الجاي تمانية صباحا في برنامجنا الجديد إن شاء الله معكم